الاهلي استثنائي بكرا ان شاء الله هيكون في حفل كبير للنادي الاهلي موسم استثنائي للنادي الاهلي في كل شيء على مستوى الانشاءات على مستوى الانجازات على مستوى البطولات الاهلي زي ما قلت لحضراتكم موسم تاريخي للنادي الاهلي بكرا ان شاء الله مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب هيقيم حفل علشان الموسم الاستثنائي الموسم اللي تعف فيه كل الأجهزة الفنية سواء في كرة القدم موسم استثنائي خمس بطولات والعلامة الكاملة مستر كولر وجهازه الفني وجميع لعبه كرة القدم في النادي الأهلي أيضا كل ألعاب الصلاة موسم استثنائي ليهم أيضا هاند بول رجال وسيدات أيضا كرة السلة رجال وسيدات وأيضا كرة الطائرة سيدات ورجال كمان أيضا حقاوا إنجازات مهمة علشان كده بقول لحضراتكم موسم استثنائي للنادي الأهلي علشان كده مهم جدا إن النادي الأهلي يوسق والنادي الأهلي يحتفل مع جمهوره بهذا الحدث وهذا الموسم التاريخي بكرة إن شاء الله الدعوة هتكون على قناة النادي الأهلي بكرة لكل جماهير النادي الأهلي خليكم مع قناة النادي الأهلي من الساعة الثامنة مساء هيتم نقل الحفل على قناة النادي الأهلي هيكون فيه مفاجآت وفيه احتفالية كبيرة جداً إن شاء الله بحضور كل اللاعبين كل الأجهزة الفنية وأيضاً أسارهم علشان الموسم اللي استثنائي زي ما احنا شايفينه مع حضراتكم خاصةً في كرة القدم اللي ابتدى بمباراة السوبر زي ما احنا شايفين في الشاشة ورايا الأهلي والزمالك كان في الإمارات وقدر يفوز النادي الأهلي 2-0 في مباراة كانت رائعة لكولر وجهازه الفن كولر اللي ابتدى مشواره السنادي ببطولة السوبر وكانت مباراة رائعة وقدر يحظى بثقة جماهير النادي الأهلي والسوبر كمان كان أمام نادي الزمالك فالنهار ده المنافس التقليدي بتاع النادي الأهلي أيضاً كمان فوز النادي الأهلي بكاس مصر أمام بيرامتز كانت بطولة مهمة فوز النادي الأهلي أمام بيرامتز أيضاً في السوبر المصري أيضا فوز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية وشفنا المباراة النهائية أمام الوداد وملحمة كروية عمر جمهور النادي الأهلي ما هينساها وخاصة المباراة التانية في مركب محمد الخامس وأيضا بطولة الدور العام أرقام مميزة جدا لهذا الجيل اللي يستحق كل التحية علشان كده علشان كده موسم استثناء يستحق حفل تكريم لكل الأجهزة الفنية